تحياتي لكم زميلات زملاء وإن شاء الله جميعكم بخير وأتمنى الصحة والسلامة للجميع موضوعنا رح يكون مختلف لكن رح نفوت على الموضوع شوي شوي أبسط الأمور هي موجودة بأبسط الأفعال لكن أحيانا نوصل لمستوى عالي من اللغة وبتضيع عننا رح نشوف من خلال الفعل جين بعض المقارنات والتشابه نشوفهم شو بيخدمون في تعلم اللغة القناة اسمه دوتش استاين الشانس كما دائما نتمنى على الجميع دعم القناة وكذلك صفحات الفيسبوك ولكم كل الشكر مثل ما قلنا الفعل جين لكن قبل ما نبدأ عندي ملاحظتين ملاحظة الأولى باليومين الماضين كانت تفاعلي على الصفحة والقناة قليل بسبب مشكلة في الإنترنت وبكرة الصبح إن شاء الله رح تنحل فصعب أني أتواصل من خلال نت الموبايل الفكرة الثانية بالنسبة إلي أنا حاضر لأي زميل أو زميلة عنده فكرة أنه يعمل شيء على الإنترنت وأشجع طبعا أشجع بشدة لأنه خبرة مهمة جدا في الحياة كل ما أستطيعه أنا قادر على أني أقدمه وعدي استعداد أني أقدمه اللي بيحب يكتب لي يحب يكتب بالتعليقات ويحب يكتب بالخاص أنا حاضر بكل ما أستطيعه عنا الفعل gain نحن بنعرف أنه هذا الفعل نستخدم معه in وتسو لكن إمتا نستخدم few؟ إمتا نستخدم an؟ في خبايا لكل فعل على بساطته أنا بكون وصلت لمستوى عالي لكن في عندي نواقص بالفعل arbeiten بالفعل vonen بالفعل gain هي اللي رح ترمم لي جملتي اللي صارت بالمستويات العية هذا الفعل معه فعل تاني بيجيب كتير لكن هذا الفعل كمان عم بيطلع معي باللغة لما الواحد يوقف مع نفسه وبدل يفكر يغير نفسه يعود لنفسه يعني بده يوقف مع ذاته ويبدأ يصحح نفسه ويغير نفسه عم يشوف صار فيه تراكيب عندما الواحد يكون باتجاه العمل على هدف معين إذن عم نشوف من أبسط الأفكار وصعودا في اللغة عنا لوز غين تعني البداية لوز غين الانطلاق فيك غين إش غيه لوز؟ إش غيه فيك؟ بمعنى المغادرة لكن ليس بالضرورة فيك غين تعني مغادرة المكان في حالات معينة لوز فاغن مثل لوز غين لكن لوز فاغن أنا ركبت مركبت السفر وبدأ تنطلق صرت جوه وسينطلق غين هو الفعل الأعم فاغن حددنا أنه في وسيلة نقل عندي كمان فيك فاغن لكن من شوف الكل بمرؤون على أب فاغن ينطلق لكن بهمنا نعرفه كل ما اطورت الواحد لغته أنه في فعل محدد هو أنسب بحالة محددة يصح الفعل الفلاني والفعل الفلاني والفعل الفلاني لكن الأنسب أن يحط هذا الفعله نحن نستخدم الفعل مخن الفعل مخن له مرادفات عديدة جدا طبعا إذا كنت أنا بامتحان الفحص يلحظ من خلال استخدامي للفعل مدى معرفتي باللغة وبالتالي بيقيم مستوي أب فاغن ينطلق بيجنن إذن هذا المحتوى كله عم يرشدني لبيجنن يبدأ البداي ما عانت هون مغادرة المكان واحد واقف قدامي وحجب تضو عني فقالت له صاحب بس نواقف أنا وياه وحجب عني ضو بعد شوي ما عانت مغادرة المكان القطار ينطلق الساعة 8 إذن هون مع وسيلة السفر هاي أكثر صحاني أستخدم أب فاغن داس فست جيت خفزين أو يعني الحفل يبدأ الساعة خمسة عشر لوس البدء طبعا هون ممكن نستخدم كمان بدل نبعد شوي والله فلان بعد عن الطريق ايك شوي اين شتوك فيك جين جي فيك فون مياه مجموعة أصحاب قاعدين عم بتسلوا مع بعض وواحد بظل بظل يمزح مع صديق له مع واحد من الشلة بينك وشو كزا نحنا بنقول بالعامي لا تلمسني بعد عني جي فيك فون مياه بعد عني اذا فيك جيل تعني ابتعاد عن شخص تعني ابتعاد عن مكان ايك جيل فون هي فيك يعني انا رايح من هون فون هي فيك اذا مغادرت ابتعاد عن شخص ابتعاد عن مكان والمغادرة فون هي فون مياه مجموعة كمان هدول أصحاب قاعدين وفي شخص بدو يجي لان في واحد من المجموعة حابب يشوفه وصل متأخر شوي سأل وين فلان واحد منهم جاوبه قال له ايه است فيك جانجن هو ذهب هو غادر سأل ايمتع ممكن نحط بهالفراغ من دقائق رايح شافك تأخرت ممكن نقول فو اينا شتنده ايش جيلوز ايش جيلوز يعني انا ذاهب يانطلق ايش فاغلوز الفعل جيل مدما انه هو الاعم فاغل حددنا انه في وسيلة نقل في سفر في هاي الأفعال الكثيرة الاستخدام والتداول ممكن نسقط الفعل التاني الأساسي منها اللي هو غيل ايش مست سوم آرس مفهومة فتقال هيك ايش مست سوم آرس غيل متل ما قلنا ثغرات صغيرة هي اللي بده ترمم لي جملتي ايش جيلوز ان مألوفين النا لكن فيو ان غير مألوفين هدول اللي بأولي جملتي اذا عرفتم ايش جيلوز ابو تيكا ا اينز و ا اتسفايد انا اذهب بالصيدلية ايش جيلوز لكن ملاحظة هون يحصل فيها خطأ بنيح انو نشوف هون الفعل في حركة وانتقال نروح من هون نطبق قواعد الاكوزاتيف السيد في الجملة هو حرف الجر حرف الجر هذا حاسم ذاتيف بالتالي سو دير ابو تيكا سو ابو تيكا كاختصار سوم آرس ايش قاية ان هون الحرف الجر هو نشيط هو مرن ممكن يكون اكوزاتيف ممكن يكون ذاتي فتوافق الحرف الجر مع الفعل الفعل في حركة وانتقال ايش قاية ان ديشتات انا اذهب الى المدينة يعني الى السور ان ديشتات وطبقت فواعد الاكوزاتيف ايش قاية انس ايش فينبار انا اذهب الى المسبح فينبار داس وبدلا داس بالاكوزاتيف ايش قاية ان دين زوبامار سوبامارك ديش صارت دين بالاكوزاتيف اي الاستخدامات البسيطة مثل ما قلنا ا اينز و ا اتس فايد لكن ايش قاية اينيا انس اوسلاند يعني انا بدي اروح لمدة سنة خارج البلد ممكن يكون طالب في عنده تبادل دراسي ممكن يكون عمل واحد عم يحكي عن نفسه ايش قاية في اينيا انس اوسلاند ونلاحظ هون قاية كمان تحمل المعنى الاعمل هو فاغن فواحد من اللي قاعدين جاوبوا ايش قاية اوغبالد في اينيا انس اوسلاند كمان انا رايح عن قريب لمدة سنة برات البلد خارج البلد ملاحظ انه فيه قواعد اساسية كمان اذا كانت ضايع عني بده تحصل اخطاء بجملتي اللي هي بمستوى بي اينز و بيت سفاي بدي اعرف حروف الجر المشتركة وكيف اتعامل معها وليتحدثنا عنها طويلا بالفترة الماضية اذا هون عم نشوف فيو فيو اينا لمدة سنة برم زلتمان يد انتاغ اندف غشي لفت بيهن واحد عم يسأل ليش بيتوجب على الانسان على المرء انه كل يوم يذهب لي يعني يطلع الهواء النقي اندف غشي لفت اندف غشي لفت هذا تركيب اندف غشي لفت اين ملاحظ هون عم عرف الجر ان هوا جديد هوا الطبيعي ايش غير ايش غير ايش غير فيك متل ايش غير لوس ايش غير لوس ايش موسيت غين يجب ان اذهب الان كله عم يعني لبداية ومغادرة واحد عم بيقول له ممكن يكونوا مجموعة ممكن يكون شخص عم بيقول له لشخص اخر يعني تحب تسافر معنا او بتفضل تروح ماشي ممكن يكون المسافة قريبة طبعا لا تعني السفر دائما الانتقال لمكان بعيد لما منروع المدرسة نقول فاغل لما اركب وسيلة المهم بتصير فاغل فستو متفاغل ودليبا سوفوس عم نلاحظ اشتراك متفاغل نحنا هدفنا هون نوصل لانه ابسط الامور مهمة جدا لا احداثها كامل بجملتي وهذا التداخل بين الافعال الحلو فيه انه انا ممكن اول مرة يكون صعب علي يكون غريب علي المرة التانية بصير مألوف اكتر المرة التالتي بصير مألوف اكتر وهيك بصير تفاعل اللغة لكن المهم جدا هو العودة الى الوراء دائما ولو بشكل بسيط متفاغل متكومن روح معنا بيجلايتن رافقنا بيجلايتن يرافق لكن كل فعل من هدول مكانه طبيعي في جملة محددة يكون انسب بيجلايتن يرافق متكومن يذهب معه متفاغن يسافر امت من اقول هاي امت من اقول هاي في مشتركات لكن في جملة محددة يصح فعل محدد لهم ينتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء اذا في اي ملاحظة او تعليق ياريتكم باسفل الفيديو واذا عجبكم هذا الفيديو ياريتكم في شير و لايك اشتراك بالقناة وشكرا لكم شكرا لكم